السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من حل محافظات اللغة الانجليزية للصفة الثالثة الاداة دي. هناخد النهاردة المحافظة الرابعة محافظة القليوبية. زي ما تعودنا هنبدأ باول سؤال اللي هو سؤال الديالوج. وانت فانا لما اجي حل سؤال دولك بعمل ايه? اول حاجة فيه كم نقطة كده لازم ان تاخد بالك منها وانت بتحل سؤال الديو. نقطة الاولانية. باكتب على يمين كده خطوات تكوين السؤال زي ما انتم شايفين. تمام? خطوات ايه? تكوين السؤال. هذا استفهام فعل مساعد فاعل فعل اساس تكملة. خطوة تانية بقرأ العنوان المكتوب عندي. العنوان ده بيقول لي ايه? بيقول لي الفكرة العامة والموضوع بتاع المحادسة. بقول لي هنا زياد عند خالد زياد وخالد بيتكلموا على الرياضة المفضلة عند من? عند خالد. فطبعا زياد. ده احنا كده اخدنا خطوتين الاولانية بكتب خطوة تكون السؤال. والخطوة التانية باكرأ العنوان بتاع المحادسة. الخطوة التالت اقرأ المحادسة بالكامل من غير محل ولا كلم. ليه? الناس اللي متابعين عارفين. عشان اعرف التفاصيل بتاع المحادس. بعد كده ابدأ بقى اقرأ المحادسة كمان مرة. واخد سؤال واجابة واحدة واحدة وطبق خطوات تكون السؤال. بقوله هنا هاي خالد هل فيه نادي بالقرب من منزلك? هرد عليه يقوله ايه? طبعا اكيد هيقوله ايوة لان بعد كده اقول له ويتويس اويك ويزان هو بيحب يروح او فيه نادي قريب من منزله. هيقوله ايه? طبعا قال له ايوة يوجد فعلا نادي بالقرب من منزلي. زياد سأل السؤال تاني فخالد قال له سؤال مشهور جدا في ناس ممكن تجاوب على طول. ولو عايز تأكد اجابتك تطبق خطوات تكون السؤال. اول حاجة ده استفهم هنه اسأل على الرياضة اللي هي تمام? اسأل بايه بكلمة تمام? بعد كده فعلا مساعد. طبعا فيه يبقى بعد كده الفاعل او الكلام اللي هو تكون لها فاعل. احول مي الى يروى اكمل. يبقى سؤال هيبقى ايه? ايه الرياضة المفضلة عندك? فقال له طبعا السباح. سأل قال له ايه? انا بمارس الرياضة دي دات ايه? مرتين في الاسبوع. انت هتسألين على ايه? على زي ما سألت المرة اللي فات على وشطبت وخالبك منوطة عشرين فيه ناس كتير بتنساه. لما اسأل على حاجة بشطبها. انا مفروض هنا هشطبت كلمة ايه? تمام? طبعا انا هسألين على ايه المرة دي? هسأل على كلمة يبقى انا هعمل ايه? هشطب توايس اوي. تمام? يبقى انا هعمل خط هناك على توايس اويك عشان ايه? هشطبها خالص وما اكتبها ايه. تمام? طيب. كده بقى انا هكتب ادات السفام خاصة بكلمة توايس اويك. ايه اللي ينفع اسأل عليه بتوايس اويك? فاكرين? تمام رافو هاو اوفن. هكتب اقول الحاجة هاو اوفن. ادات السفام. رقم اتنين فعل ايه? فعل مساعد. هل في هنا ام ازار? مفيش. هل في وزور? مفيش. طب في كان او كود ولاود. مفيش اي فعل نقص كمان. اجيب من عندي حاجة من تلاتة. اما دو. اما داز. اما دد. طب الفعل الاساسي مفيش في اخر اس. فمش هجيب داز. طب لو كان ماضي هجيب دد عشان انا ماضي. واشيل طبعا الاي دي او دي بس. طب لو كان فعل مصدر زيها القدامي. هجيب دو. تمام. يبقى اوفن دو. رقم تلاتة الفاعل. الفاعل بيقى في اللي جابة فين? اول الكلام. اول الكلام هنا اي. هحاولها الى تمام. يبقى اوفن دو يو. رقم اربعة فاعل ايه? اساسي اللي هو كلمة تمام. والتكملة كلمة ات. تمام. بعد كده زياد قال له بتروح مع مين النادي? طبعا اكيد بس انا بيرروح ببادرة السباحة وكده ممكن يروح مع اصحابه. يقول له ايه? انا بروح مع مين? مع اصدقائي. بعد كده قال له هل انت بتستمتع بالسباحة? فطبعا هيرود عليه يقول له ايه? yes i do. طبعا لانه اصلا قال لي ان الرياضة المفضلة هي السباحة. فالتالي هو بيستمتع بيها. تمام? ناخد بعد كده السؤال التاني. read and complete. طبعا السؤال التاني هنا جايب لي فقرة حوالي تلات اربع سطور. وجايب لي لستة فيها ست كلمات. وعندك الفقرة فيها اربع فراغات. فانا عندك كلمة تنزيادة. دي اول نقطة لازم انتاخب بقلك منها. النقطة التانية. ان عند الاربع فراغات دول فيهم واحد خاص بجرامر فخلي بالك وانت بتختار. طبعا انا عشان احل السؤال ده بعمل ايه? بقرأ الكلمات اللي في لستة وفى معناها كويس. واقرأ الفقرة مرتين او تلاتة لما فهمها وابدأ احل. ولو عندك مشكلة في اول نقطة في الحل سيبها للاخر هتبقى سهلا. نشوف كده. معناها مسابقة. يعني ادخرة او حافظة. هندسة. ممكن مباراة او يوصل. بحث كلمة يعني يحفظ. نشوف كده. زي نقطة اي من رجب. فاكرين اي من رجب ده كان ايه? ده كان باحث. يبقى اول واحدة تبقى دي نمبر وانو. بعد كده هو دلوقتي اصلا موجود في ايه? فنلندا. هو تخرج مع مرتبة الشرف من جامعة ايه? او من قسمة او قليت ايه هنا? في اسوان. في جامعة اسوان طبعا قليت الهندس. يبقى هنا ايه انجينيرين. نمبر او. he worked as a teaching assistant. اشتغل كمساعد مدرس. at the same university. في نفس الجامعة. مساعد دكتور يعني. until 2019. حتى 2019. he entered the nasa's not and came second. نغل طبعا مستبقى الوكالة ناسا وطلعت تاني. يبقى ايه? يبقى competition. نمبر ثري. تمام. he has recently found ways to not energy. when there is a little gravity. هو طبعا حديثا يعني اكتشف طرق ازاي نوفر فيها الطاقة لما يكون في جاذبية قليلة. خلي بقى هي has recently found ways to ايه? تو بيجوارها? بيجوارها مصدر. يبقى هنا to save. تمام? بيودات number four. هتبقى كلمة save. ودي طبعا خاصة بالgrammar عشان تو بيجوارها ايه? مصدر الفعل. تمام? ناخد بقى كده بقى ليه? القطعة نقرأها ونحل على اسئلة. القطعة هنا بتكلم على مين? على مصطفى محمود. فبقول لي هنا ايه? مصطفى محمود was an Egyptian doctor. مصطفى محمود كان ايه? كان دكتور ايه مصري. فلوسفر. يعني فيلسوف. وكمان مؤلف. he was born in شبين الكوم. من ولا في شبين الكوم. مونفوية. محافظة مونفوية. in 1921 2021. his father worked as a secretary in the governorate of الغربية. يعني بابا اشتغل كسكرتير في محافظة الغربية. his father's long term illness. مرض والده لو طولي للامد. patience وكمان الصبر faith الايمان and pure nature. وطبيعة النقية had a great effect on his character. كان لها تأثير عظيم على شخصيته and writings وكتباته and also remained in his mind throughout his life. وكمان يعني ايه? دي كمان اثرت كمان على ايه? على عقليته خلال حياته. تمام كده? مصطفى محمود was trained as a doctor but later he chose a career as a journalist and author. هو في الاول كان بيتضرب كايه? كدكتور. وبعد كده اغير او اختار المهنة بتاعته. الحياة المهنية من يبقى صاحفي. وكمان مؤلف. traveling. ويسافر. and writing on many subjects. وكمان يكتفيه في مواضيع كتيرة. in the year 1960. سنة 1060. he left his medical career. طبعا ترك المهنة الطب بتاعته. totally. تماما. and he gave all his time for writing for newspapers. ودوعت كله الكتاب في الجرائب. he wrote 89 books in science. كتب 89 كتاب في مجالات ايه? العلوم. philosophy. الفلسفة. religion. الدين. politics. السياسة. and society. والمجتمع. as well as. بالاضافة لأيه? plays. مصرحيات. and tales. وكصص قصيرة. او روايات يعني. خيالية او كده. he was also known for his popular tv program. وكمان عرف كايه? بقول لك هنا يعني بالبرنامج المشهور بتاعه البرنامج اللي كان في تلفزيون اللي كان اسمه ايه? science and face. العلم والإيمان. طبعا كلنا عارفينه. he built a mosque. بنا طبعا مسجد. a medical clinic عيادة طبية. and a charity. ومؤسسة خيرية. which were named after him. وبالتالي اللي ايه? اللي هات سمت بعد كده بإيه? باسمه. نيم افضل يعني نسمى باسمه. هاتو. unsuccessful marriage. تزوج مرتين بس تزوج غير ناجح. which ended with a girl and a boy called amal and adham. انتهى تزوج بتاعه من الاتنين دول. بإيه? بقى عنده بنت اسمها امل وادهم. finally في النهاية. he died in two thousand rain. مات سنة الفين وتسعة. leaving a great history behind him. وطرق ايه? تاريخ عظيم خلفه. نشوف كده اول سؤال. مصطفى محمود was known for his popular program. مصطفى محمود كان معروف بالبرنامج بتاعترفيزيون بتاعه. كان اسمه ايه? اللي سألوه من شوية. العلم والايمان. كلمة تشير الى ايه? نرجع كده. شخصية من ديت? شخصية مصطفى محمود. يبقى هنا هتبقى مصطفى. تمام. افضل عملنا القطع المفروض يبقى ايه? طبعا هنكلم على مصطفى محمود. تمام. لتر ايه? بعد كده نمبر فور. انصر. اجب. مصطفى محمود. يا طرق ايه انواع الكتابة اللي هو كتب فيها? فاكرينه هو كتب كم كتاب? قلنا تسعة وتمانين كتاب في ايه? نشوفها كتاب القطعة? تمام بالنص هيا. هنعمل على مربع بقى. ده كله الحاجات اللي هو اقلف. تمام? بالزبط دوين النص يبقى نكتب نوعات جنب دهية رقم كام? رقم اربعة. تمام? طبعا في اللي متحمل بتكيبش كده بس عشان اخسرنا للوقت. هنبنقل الكلام ده كله في مكانة اللي جاء بتاعته. نمبر فايف. مصطفى محمود. ايه اللي ايه? اثر على حياة او شخصية مصطفى محمود. نرجع للكطعة تاني. كل ما تجي تحلسوا لرجع للكطعة. هتلاقي مكتوب هنا ايه? فاكرين? اما قلنا ايه? مرض والده طويل الامد. اه فين? في السطر كان? اه سطر التالت او. من هنقول هنا ايه بقى من عندي هنا وتتعلم عليها. برضو. هنقول هنا يعني مرض والده طويل الامد. اهوت. كمان سطر الرابع كله. ده كل اللي اتأثير عظيم على ايه? على شخصيته. وكمان على ايه? تمام? ده كل اللي اتأثير عليه. تمام? يبقى هنكتب جمه ديه رقم كام? هنكتب نومبر فايف. برضو في الامتحان ما بكتبش كده. لا انا باجي في الامتحان بنقل الكلام بالنص. تمام? نومبر سيكس. لخص اول بكتب بكلماتك. هنرجع برضو لكتعة تاني. اول بكتب كان بيكلم على نشقة مصطفى محمود. نشأ فين? آآ ان ولد سنة كام? وكلام ده كل بابا كان بيشغل ايه? وإيه اللي اصل على شخصيته? ممكن نقول حياته الاولية. او نشأته. نقولها ازاي ديت? ممكن نكتب نهوت مع مصطفى محمود. يعني انا بتكلم على ايه? نشأة مصطفى محمود. مصطفى محمود. تمام? نجي بقى كبير نحل ايه? سؤال choose. نومبر اول سؤال هنا عندي بيقول لي. طبعا ايه اللي بيجزب ايه الاشياء الى مركز الارض? طبعا ايه? يبقى اول حاجة اللي تربيه تمام? نومبر او. يوسف نجح في امتحان بتاعه العام الماضي. كلمة معناها هنا ايه? طبعا هنا معناها انه هو نجح فيه. يبقى نومبر ثري. مضادة او مضاد كلمة انون. انون يعني غير معروف. يبقى عكسها ايه? طبعا عكسها مشهور. نومبر فور. نضيف الحروف اللي في اخر الكلمة عشان يجيب الاسم من كلمة يعني يحكم. هحط لها ايه? هحط لها او ار بقت ايه يعني حاكم او محافظ. نومبر فايف. او ارآن نوعة از ابرسون. ده شخص طبعا طبعا بيبحث ايه? وبيكتب ايه? مقالات للاخبار. ده مين طبعا? جورناليست اللي هو الايه? اللي هو الصحفي. تمام? بعد كده نومبر سيكس. بعض الطلاب. يعني ايه? يعني صممهم انسان آلي. في مدرستنا. الفعل اللي هو صممها. ممكن استبدله بايه? يعني عايز اقول لك المراطف بتاعه. ايه بقى اخترعها. تمام? بيجي بعدك سؤال الايه بقى? سؤال الخاص بالجرامر. اللي هو صح? الكلمة اللي بنقص هنا. اول حاجة هنا بيقول لي. انا عايزك وانت بتحلي سؤال الجرامر حدد الاول ايه القاعدة? ويفهم السؤال وبعدك اتحلي. ما تندفعش وتحلي مرة واحدة. القاعدة هنا قاعدة مين? قاعدة يوز تو. تمام? طب يوز تو كان بيجورها ايه? بيجورها المصدر. تمام? طب المصدر من كلمة ايه هيبقى رافع عليك هيبقى بيه. تمام? هيبقى هنا. او ذات او بيلدنج يوز تو بي اثياتر. يعني المبنى القديم ده كنوا متعودين زمان انه هو ايه? انه هو يبقى مصرح. تمام? برضو حدد القاعدة بيقول لي الاهرامات الاهرامات هتبني نفسها ولا يتم بناءها? لا ده هنا تم بناءها في الماضي. ازا انا بكلم في مبني المجهول في الماضي البسيط. المبني المجهول في الماضي البسيط كان بيكون من ايه? تمام? طب بيرامدز مفرد ولا جامع? جامع. يبقى وز ولا وير? لا تبقى وير يا مستر. هروح كاتب انهوت? وير? وبعد كده شفت انا عملت ايه بقى? يبقى انا بعمل ايه اول بحادة القاعدة? وبعد كده ابدأ احل. نومبر ثري. شرين سيد ذات. شرين قالت انه. واحدة واحدة بقى ديت قاعدة لايه? الغرب باشر اللي خدناها في الواحدة الوحدة عشر. بقول شرين قالت ان ايه? ان ايه طبعا ما شفيتش الفيلم زي دي بفور. عشان تهيل سؤال زي ده? يعرف الاول كلمة زي دي بفور لو هزار في الزمن ده كان اصله ايه? زي دي بفور كان اصلها يسر دي برافو عليكم. اي حاجة في الماضي باجيبه راه فور. يعمل له بس مثلا ان ايه? يقول لي زي دي بفور. زي دي بفور. تمام? ازا ما بتكلم على ايه? على كلمة يسر دي. طب يسر دي ماضي? ايوة. والماضي اللي بسوكتو انه بنحاوله الايه? لماضي تهم برافو عليكم. طب هنا الماضي التهم بقى هخلها ماضي التهم تبقى ايه? هتبقى برافو. يبقى هنا هكتب نهوت عشان الماضي التهم طعم بيكون من ايه? من هاد وتصريفتها بس انا هجيبها من فعلين اللي اجابة اصلا كانت تصيفها نافي. يبقى ايه? تمام? يبقى نهوت ايه? ممكن نجيبها نهوت عشان المكان هنا بفاضي. تمام حدد القاعدة بتاعتك هنا قاعدة F تمام F هنا الحالة الهين شوف ايه اللي جاي وراها جاي لك وراها مدرع بسيط يبدأ لحالة الاولى F فاعل مدرع بسيط فاعل جاب هنا مدرع بسيط بعدها من فيه وعايزنا اجيب بقى ويل والماظر بس من فيه طب ويل كتب من فيه بقول برافو عليكم يبقى ايه يبقى كيبن هو تمام تمام وبعد كده كلمة برافو يبقى نمر فايف نادا شهادة الفيلم هنا بقولك بمجرد ما ايه ما عملت واجبها انا عندي كم حدث عندي حدثين ان هيها شافت الفيلم وعملت الواجب تمام طيب الحدث الاول من حدثين تموا في الماضي بيبقى ايه ماضي تام طب ايه اللي حصل الاول نعرفين ان السنقاز وافتر بيجوارهم ماضي تام وقابلوهم ماضي بسيط بيجوارهم حدث اول وقابلوهم حدث تاني اذا هنا عايز اجيب ضز في الماضي التام اولا هجيبها بلاها واجيب التصريف الثلاث من كلمة ضز ايه برافو عليكم تمام يبقى انها تبقى ايه تبقى هاد برافو نيجي بعد كده بقى سؤال جاهزة هو بيقول لك اكتب مئة وعشرة كلمة عن ايه اكتب مقال نقدي عن يوم قضيته على الشاطئ اشياء بتحبها ما تحبهاش ورأيك كدبتلكم الموضوع اهوات واجبتلكم الترجم عشان لو فيك كلمة مش واضحة بالنسبة للترجمة بسهل عليك الموضوع بس انا طبعا ما حبش تنقل الموضوع على طول انا هازك تقرأ الموضوع خد منه افكار سجل الافكار لوحدها على المين كده ويبدأ اكتب بنفسك باسلوب تاني وشوف هتقدر تجيب مئة وعشرة كلمة ولا لا تمام ولو جبت ورأي من مئة وعشرة كلمة مش مشكلة من مئة لمية وعشرة ما فيش مشكلة خلاص بتنقص عليها درجات بس يونتي بتكتب خلي بالك زي ما تشايف قدامك سيب مسافات بين الكلمات اول حرف من كل جملة اخر جملة بحطه في خلي بالك من ده كله عليه ايه درجات انا كده وصلنا لاخر حلقة النهاردة لو عجبك الفيديو ننسى تشامل لايك الفيديو اشترك في القناة تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة عبدالله من قناة دروس سعرانية اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة